اشتركوا في القناة 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 تمام؟ وأنا بدي أحط هنا أنه زيد لي عليه A كل مرة ضيف ل A بعدد المرات اللي بتيجيني هنا تمام؟ فهذا normal concatenation لstring أنا معرف string مش فاهمين الله حاطني عرفت string وحطيته فاضي بعدين أعمل concatenation فها هنا كل مرة بتعمل append يعني كل مرة بتعمل concatenation لحرف A بروح بعمل copy من الريزلت هاي في الميموري وبعمل عليها update المرة اللي بعديها بعمل copy وبعمل عليها update فهاي time consuming قديس time consuming هسه هسه رح نعمل run ونفرجيكم comparison بين الاثنتين بينما developer فاهمان وبعرف وين الله حاطو بيستخدم الشيء لstring العادي لأنه literations كثيرة بروح بيستخدم إشي منسمي string builder string builder لازم تتعمل using the system dot text تمام؟ فهونا ببساطة بتعرف string builder object منها من من string builder تمام؟ وهسه بتيجي بتحكي string builder dot event شوفو سطر code يعني مافي انت بتستخدم string builder هاي dot event الابنت بتعمل concatenation يعني بتزيد على آخر string تمام؟ طيب خلينا نعمل نيجي هنا بالmain أنا بدي أحكي عملي run للفنكشن الأولاني والفنكشن الثاني 200 ألف مرة 200 ألف مرة تمام؟ خلينا نشوف وأنا حطت لكم هنا stop watch عشان نشوف ال time اللي أخذته الكونكتونيشن string العادية وهو هنا stop watch تانية عشان نعمل الكونكتونيشن string عن طريق string builder تيجوا نشوف تتفاجأوا معي تفضلوا هاي عم بشغال ال string concatenation العادي أخذت 3349 ميلي سكند بينما string builder أخذ 1 ميلي سكند ما تخيلين أنتوا قديش الفرق يعني هذا الديفلوبر الشاطر اللي هون سرعة برنامجه 3300 و 48 مرة أسرع من الديفلوبر اللي مش متأسس شايفين فرق الأساس مش مهم تكتب كود يشتغل طب هو رح يشتغل معك بالجهتين رح يشتغل هذا و رح يشتغل هذا لكن لما تيجي بتعمل و بكون عندك 100 ألف concurrent user شغالين على السيستم تبعك الثاني الديفلوبر الأولاني رح يطلع بره راح يعني السيستم والفيل بطريقته و بكون مش عارف من الله حطه ليش السيستم فيلد بينما الديفلوبر الثاني رح يكون شغله كثير 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 أسرع هاي فهاي واحدة من مئات ومئات الشغلات اللي لازم تكون عارفها وانت بتتأسس في البرمجة البرمجة ليست فقط كتابة كود يطلع ريزلت وشو بدي فيك تكتب كود يطلع ريزلت ويهنك عندما تعملوا ديبلويمنت أو على بروتكشن انفيرومنت فمتخيلين الفرق بين وان ميلي سكند وبين تلات تلاف وتلات مية وتسعة واربعين ميلي سكند لك الحكم فعشان هيك الأساس مهم جدا في البرمجة وإحنا كثير منركز في تعليمكم على مواضيع ما بين السطور وكيف انه انت تستخدم هاي ما تستخدم شاي عشان تطلع الديبلوبر قدع ويعطيكم ألف ألف عافية رح حط لكم هذا الكود على المنصة عشان تقارنوا بإيديكم فوينيفر ان عندك مانيبوليشن لسترينج بشكل كبير ما تستخدم العادي استخدم بسترينج بلدر بلدر جدا سهل تستخدمه لأنه هاي سترينج بلدر هاي سترينج بلدر بتقدر تحكي سب 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 dot abend dot مثلا clear dot kubito equals whatever في عندك insert بدك تعمل insert link تباح remove replace كل الأشياء اللي بتحتاجها للسترينج انت بتقدر تستخدمها فاكسيبلور هذه سترينج بلدر لحالكم انتوا هلا أكبار وصلتوا كورس 20 فبتقدروا تنافيج through الميثل الموجودة في السترينج بلدر وتدربوا عليها مضبوط طرحية سهلة جدا يعطيكم ألف ألف عافية ونلقاكم في الدروس القادمة بإذن الله تعالى ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر